شاركت سعادة السيدة مهى عبد الحميد انفيز الرئيس التنفيذي لتمكين اليوم في لقاء ضمن فعاليات الملتقى الدبلوماسي 2023 وبمشاركة السيد قصي العريض الرئيس التنفيذي للنمو وقدمت سعادة الرئيس التنفيذي لتمكين عرضا بعنوان تمكين النمو صناعة التأثير حيث اشارت الى ان صندوق العمل تمكين تأسس عام 2006 وذلك لتحقيق العديد من الاهداف مثل تطوير مؤسسات القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي ودعم الافراد البحرينيين ليكونوا الخيار الاول في التوظيف وتأهيئة البيئة المناسبة لزيادة ادماج المرأة البحرينية في سوق العمل وخلق فرص عمل نوعية للبحرينيين ورفع كفاءة وامتاجية الافراد البحرينيين والمؤسسات وتشجيع الابتكار واشارت سعادتها الى ان منهجية عمل تمكين تعنى بالعمل مع المؤسسات البحرينية الملتزمة ببناء قدرتها من اجل الرقمنة والزيادة الانتاجية والتوسع الدولي والابتكار والنمو والتحول ودعم الافراد البحرينيين الملتزمين بصقل واعادة تطوير مهاراتهم من خلال زيادة تنافسيتهم محليا ودوليا واعداد الكوادر للوظائف المستقبلية كما استعرضت الدورات الاستراتيجية لتمكين ومساهمتها في الاقتصاد في التدريب والتوظيف والتمويل والشركات ودعم المؤسسات واستمرارية الاعمال والتأمين ضد التعطل ترجمة نانسي قنقر